لكن بمناسبة حسين الشاحات وانتماءه وحبه للاهلي. انا الحقيقة كنت شاهد على حالة زي كده. كان جيه ضيف في بوابة اخبار اليوم في حوار. وطلب ان انا اكون موجود فروحت سلمت عليه وحضرت. وهو كان لسه في الامارات. يعني. يعني هو كان في الامارات في دوري. بس انا سمعت من وقتها هو وخو محمد من رغبته في الانتقال الاهلي اللي خلانا اقول له لا فعلا الاهلي دي النوعية اللي المفروض تكون موجودة في الاهل. اللي عندها هذا الدفء العالي جدا واللي عندها هذا الاحساس بقيمة النادي اللي عايزة تمثله. الانتماء جزء اساسي من نجاح اي لعب محترف. تجريف المشاعر ما تخلقش النموذج ناجح. افكركم بحسين الشاحات في حواره مع بوابة اخبار اليوم. اتعرب الاهلي بمليون ومتين. اتعرب زمان بكان. لا ما عاشر زمان اه 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 في الاهلي انا افكره. طيب انت انت اول ملآه جالك. اه. اعلمت بوضوح ان انت مش هشفوه الا لا. اه. اه. وعطا تربية تتعمل مشكلة مع الله وفهم دعك سنوات. اه. ليه ليه? اه. يعني انت لعب محترفك. اخبارك. اه مش كتير من المحترفين بيجاهل بديك. اه بيجاهل بديك. اه بيجاهل بديك. اه بيجاهل المنتحدة. عمل تعمل مشاكل مشوش كده. اه. يعني يعني انا مفروض. في ناس يعني كتيره ممكن بتفهمه الوضوع ده وانا ممكن انا مش عابقه انا عادل اقلاول. انا وقالليه فيههه سبتر بزيباليك حروب. اه. في ناس كتيره بتروح كده. صحيح. اه يعني في ناس كتير. في ناس كتيره في العزياء كده بتاعه. انا مش حابه لا انا عملك انا حابة لا لعب في تاني واحترام لي طبعا نادل زمالك مالي كبير محبش يقدر اه انا مش عاري هنا اه انا مش عاري هنا انا ممكن اروح نادل اه في زمالك وانا اهلاوي الجميل هتعرف كده هتيجي في مواتش لا اهلية او اي مواتش ممكن هضايق عنفضات من جير مناقصة اه بو الحاجة هيقولك ايه ايه او حاجة انت اهلاوي فانت عايز تفسر زمالك طب ما انا ليه ليه اعمل كده اقولك انت جاي تاخد فلوس اما انت اول واحد لو انت بتحبني هتكره هتقول انت جاي تاخد فلوس بس مني مش هتعوز مثلا انت تجي ده من انت انت بتحبه انت كده جاي ترى اخد فلوس بس ومعطيف